ان شاء الله راح نتكلم عن تزويد المراهقين بالمعارف البيولوجية في مرحلة ما بعد البلوق من عمر 15 سنة إلى 17 سنة هذا السن بمنتهى الحرج وتحتاج إلى عناية فائقة ولابد من حوار متواصل مع المراهقين فيه أيضا من التعاطف بقدر ما فيه من حزم أو شد على الطفل وهذا أيضا في هذا السن يلم المراهق بترشيح الجهاز التناسلي للذكر وأيضا الأنتة وآلية حدوث الحمل من الضروري تعليمهم أيضا ويعتبر المراهق نفسه كبير في هذا السن ويعتبر من حقه للطلاع على كل شيء وربما تجربة كل شيء أيضا هنا نختلف عن القارب طبعا حيث يواجه المراهق بعض من المشاكل التي ستمر عليه في حياته المستقبلية وأيضا من الضروري تعليمهم وسائل مانع الحمل في بعض الأشياء مثل الحبوب أو بعض الأشياء المهمة إلى هنا انتهى الدرس كما كما نبحث خالد بن سعود الحليبي إن شاء الله نشوفكم في درس قادم